الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين تكلمنا في اللقاء السابق عن اليوم الآخر وعرفنا أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بأشراط الساعة والبرزخ والنفخ في الصور وما يكون بعد ذلك اليوم نتكلم عن أشراط الساعة وأشراط الساعة هي العلامات التي تسبق اليوم الآخر وتدل على قرب وقوعه والإيمان بها واجب والأدلة على أشراط الساعة أو علامات القيامة أدلة النقلية من الكتاب والسنة فمن ذلك قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وقول الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بقتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها وأماراتها وتنقسم أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام القسم ظهر وانقضى وهو الأمارات البعيدة قسم ظهر ولم يزل في زيادة وهو الأمارات المتوسطة وقسم منتظر وهو الأمارات الكبيرة وسنبتدأ الحديث بالكلام عن القسم الأول وهو الأمارات التي ظهرت وانقضت فمنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها موته ومنها أيضا فتح بيت المقدس وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة ستة عشرة من الهجرة ذهب بنفسه وصالح أهلها وفتحها وطهرها من اليهود والنصارى وبنى بها مسجدا في قبلة بيت المقدس ومنها طاعون عموس وهو وباء وقع في بلاد الشام في أيام عمر رضي الله عنه وكان ذلك في السنة الثامنة عشر من الهجرة بعد فتح بيت المقدس ومات فيه كثير من المسلمين ومن الصحابة الذين توفوا في هذا الطاعون أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن الجبل وسهيل بن عمر وغيرهم كثير من الصحابة رضي الله عنهم وسمي بطاعون عموس نسبة إلى بلدة صغيرة كانت في فلسطين بين الرملة وبيت المقدس وذلك لأن الطاعون أول ما ظهر ظهر في ذلك المكان ثم انتشر بعد ذلك في بلاد الشام فنسب إليها ومنها مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وهي أولى الفتن التي وقعت في الدولة الإسلامية وقد عرفت بالفتنة الأولى أو بالفتنة الكبرى وكان مقتل عثمان في يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة في السنة الخامسة والثلاثين من الهجرة وقد دفن بالبقية ومنها ظهور الفرق الضالة كالخوارج والرافضة والخوارج ظهر في عهد علي رضي الله عنه ومنها خروج أناس ادعوا النبوة وكان أولهم سيلمة ابن حبيب الملقب بالكذاب وكان يعرف برحمن اليمامة وقد قتل في معركة حديقة الموت في معركة اليمامة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومنهم طليحة بن خبيلد الأسدي كان من أهل الردة ولكنه تاب وأناب ومنهم الأسود العاسي وسجاح بنت الحارث التميمي الشاعرة وقد جاء بعد ذلك في العصور المتأخرة أقوام للدعو النبوة كأحمد القادياني وعلي بن محمد الشيرازي وحسين بن علي بن الميرزة عباس في إيران وغيرهم ومنها خروج نار الحجاز بالمدينة المنورة وكان ذلك سنة 54 و600 أي قبل سقوط بغداد في عامين في أواخر العهد العباسي والعلامات الصغرى التي ظهرت كثيرة ويمكن الرجوع إليها في كتب العقاعد التي تكلمت عن أشراط الساعة وأما القسم الثاني فهو القسم الذي ظهر ولم يزل في الزياد وهو الأمارات المتوسطة ومن أمثلتها ترأس اللئام والحمقى والتباهي بالمساجد وانتفاخ الأهلة وتضييع الأمانة ومنها ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفش الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد والقسم الثالث من أقسام الساعة قسم منتظر وهو الأمارات الكبيرة التي تعقبها الساعة وتسمى أشراط الساعة الكبرى وهي علامات تفوق الوصف ويؤثر وقعها على مجرى حياة البشر جميعا وتعم آثارها كوكب الأرض وتطال المعمورة بمن فيها وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لن تكون أو لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى بن مريم والدخان وثلاث خسوفات خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر والآن إلى شيء من البيان عن أشراط الساعة الكبرى فمن العلامات الكبرى ظهور المهدي وقد تواترت الأحاديث بمجيء المهدي وذكرت اسمه وصفته ومكان خروجه وبينت أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يملك سبع سنين وأنه يملأ الأرض عدلة وأنه يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطين وأنه يأم هذه الأمة وعيسى يصلي خلفه يعني صلاة واحدة وهي صلاة الفجر ومن العلامات الكبرى خروج الدجال قال صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذرت دجال قومه وإني أنذركموه وقد تواترت الأحاديث بخروج الدجال وبيّن الصفته ومكان خروجه وأنه من خرسان وذكرت أتباع وعظم فتنته والاستعاذة منه وما يقي منه وبيّنت أيضا مهلكه وأجمع أهل السنة والجماعة على خروج الدجال في آخر الزمان وذكر ذلك ضمن مباحث العقيدة ولم ينكر خروج الدجال إلا بعض المبتدعة كالخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وبعض المعاصرين من غير برهان ولا دليل ومن أشراط الساعة العظمى نزول عيسى عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها وقد تواترت النصوص بنزوله فهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة أو من لا يعتد بخلافه وبينت استلامه الأمر من المهدي وقتله الدجال وخروجا يأجوج ومأجوج في وقته وذكرت مدة فقائه وصفة زمانه وما فيه من سلام ورخاء وذكرت أيضا وفاته وقد انعقد إجماع الأمة على أن عيسى عليه السلام ينزل فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وليس بشريعة مستقلة وأنه يتسلم الأمر من المهدي ويكون المهدي من أصحابه وأتباعه ومن أشراط الساعة العظمى خروج يأجوج ومأجوج جاء في الحديث إن الله تعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام بعد قتله الدجال إني قد أخرجت عبادا لي فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحير الطبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله وقد تواترت النصوص بخروجهم تواترا معنويا وبينت أنه من بني آدم وأن بينهم وبين جيرانهم سدا بناه ذو القرنين وذكرت زمن خروجهم والصفة التي يكونون عليها وكيف يفسدون في الأرض وبيّنت كيف يكون هلاكهم ومن زعم أن يأجوج ومأجوج هم جميع الدول الكافرة المتفوقة في الصناعة فقد افترى وتكلم بلا علم ومن أمارات الساعة العظمى خروج الدابة قال صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها وقد تكاثرت النصوص بذكر الدابة ولم يذكر الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم كيفية هذه الدابة وإنما ذكر المقصود منها وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة حين يقع القول على الناس وحين يمترون بآيات الله فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين وهي أول الآيات التي ليست مألوفة وإن كان يسبقها الدجال وعيسى عليه السلام وكل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر وأما خروج الدابة على شكل غير مألوف وكون الدابة تكلم الناس ووسمها إياهم بالإيمان والكفر فأمر خارج عن مجاري العادات وذلك أول الآيات الأرضية كما أن طلوع الشمس من مغربها أول الآيات السماوية ومن أشراط الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقد تواترت النصوص بطلوع الشمس من مغربها ومن أشراط الساعة الكبرى الدخان قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يقشى الناس هذا عذاب أليم وقد ذهب كثير من العلماء سلفا وخلفا إلى أن الدخان هو من الآيات المنتظرة التي لم تأتي بعد وسيقع قرب يوم القيامة وقد رجح ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله ومن أشراط الساعة الكبرى الخسوفات الثلاث قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعد خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب فقلت يا رسول الله يخسف بالأرض وفيها الصالحون قال إذا كان أكثر أهلها الخبث هذه الخسوفات الثلاث خسوفات عظيمة وعامة لأماكن كثيرة من الأرض في مشارقها ومغاربها وفي جزيرة العرب وتقع إذا كثر الخبث في الناس وفشت فيهم المعاصي وهذه الخسوفات لم تقع بعد كغيرها من أشراط الساعة الكبرى التي لم يظهر شيء منها هذا ما يتعلق بأشراط الساعة وقد تكلمنا عنها بإجاز وفي هذا القدر كفاية والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد